موسيقى نشرة الظهيرة أهلا بكم هذه أبرز العنوين يومان يفصلاننا عن موعد امتحانات البكالوريا استعدادا لها أذرفة الأسئلة تنقل من المراكز الجهوية بالأكاديميات إلى المراكز الإقليمية وفق إجراءة أمنية صارمة مع اقتراب الامتحان نصلط الضوء في هذه النشرة على الجانب النفسي من استعدادات المترجحين لهذا الاستحقاق الإشهادي الحاسم ونصديف في السوديو السيد محمد رفادي مستشار ومكون في تقنيات التواصل والمقاولاتية سيد رفادي أهلا بك أهلا وسهلا شكرا للإستدافة مرحبا العدو العكسي انطلق إذن التلاميذهم في الفترة الأخيرة من التحضيرات والعامل النفسي فيها مهم وحاسم كيف يمكن للتلاميذ أن يتهيأوا نفسيا وكيف يمكن للأباء دعمهم ومساعدتهم في هذه الاستعدادات شكرا للمرة تانية الاستدافة كيف لا نعرفه من كيف يبدأ الجانب النفسي كي أثر على الإنسان نريد أن نعرفه من جاء أول حاجة اللي يريد أن الطالبة يعرفوا يقدرها مزيان ولا الأباء معهم هو قبل من المتحان أنهم يجبون يكونوا واخدون قسط كافي من النوم لأنه عندما يصل إلى المتحان لا نعيش مزيان كي أثر عليك ومن بدلوش العادات دي الماكلة بعد مرات كي تقرب الانتحان كي يبدوش عادات جداد الجسم دي لك ما ملفت عليهم وما مستعدت لهم ومن الأفضل أنه النهار قبل من الانتحان أنه ما يقربش على شيء حاجة جديدة اللي معمره ما شافه لأنه سيقول لديك ستريس مع أنه ما عرفه وما خرجه سيدخلوا معه الانتحان وهو اللي يمؤثر عليه بواحد جانب سلبي كثير من هو ينفع طيب بعد الاستعداد بالحفظ وبالبراجعات ثم في الجالب النفسي يوم الانتحان ولحظة قراءة الأسئلة والإجابة عنها هي اللحظة الحاسمة ربما وعمل الوقت فيها مهم جدا يعني ما هي النصيحة التي قد نقدمها للتلاميذ لمساعدتهم على التدبير جيد لوقت الانتحان هو نصيحة مقسمة على أربعة الأجزاء الجزء الأول هو دائما 10 دقيقة اللولة ولا 15 دقيقة اللولة من الأفضل أنه لم يبدوش غير يقرأ السؤال الذي يجو فيه يقرأ موضوع كامل إذا كانوا عندهم مثلا تلجط الورقات ويقرأهم ويحاول يدير واحد الخطة كيف يجو على المتحان ديره كذلك المرحلة الثانية اللي تكون فيها بين 20 دقيقة حتى 30 دقيقة اللي يبدو يشوف نمو الحويج اللي هو ديجا شافهم وغير يطلعوا له الموتى فاسون دياله طلعوا له ذلك الإحساس بأنه رهد ينجاز يرجع على الثاني هذا الموتى فاسون دياله وذلك الإحساس بالإنجاز عندما في الأخرى يشوف بحالة وغير يقرأ جراسه ويشوف يقدر وريقات لن يعطيهم المصحح يكونوا يساعد المصحح فترة ما بعد الانتحان هي أيضا مهمة التلميذ يعيشون خلال هذه الفترة ربما قلق ينتظرون النتيجة وينتظرون أيضا المباريات التي تمكنهم من الولوج إلى المدارس والمعاهد العليا هذه الفترة كيف ندبرها نفسيا هي الفترة قد نقسمه في ثلاثة أنواع للتناميذ كان النوع الذي يوجد في المتحان ويشعر فيها كان ديجا عارفها يبدأ يوجد المتحانات الأخرى المباريات للولوج للمدارس العليا وكان واحد النوع الثاني الذي أعرف أنه يجب استدراكي يعني أعرف بالنوع الجوب ويكون شك يبدأ يوجد يجمع أدوات ويبدأ استعداد بيربح ذلك الوقت للإستدراكية يعني لما جات استدراكية مرحبا يكون مستعد نفسانيا ما جات ونجح مبروك عليه والنوع الثالث هو أنه يحس براسه لا يقدر أنه لا يجيب شيئا مزيان يستعد بأنه كيف يدير واحد لبيلو مع رأسه ويكون في الفعل ليس في ردد الفعل يكون يستعد مثلا السنة المقبلة لأنه ناجح ويستعد نفس ثانيا سنة المقبلة لا يعود نفس الأخطاء التي قبل ويتقبلها بروح ريادية لك لا يؤثر على والدي سيد محمد رفادي المستشار ومكون في تقنية التواصل المقاولة شكرا جزيلا ونتمنى كل التوفيق لجميع المرشحين والمترشحات سهلا لكل شيء وإن شاء الله يكون الخير شكرا جزيلا لك ولتذكير بمواعيد الامتحانات الامتحان الوطني الموحد القطب العلمي والتقني والمهني يجرى أيام الثامن والتاسع والعاشر من يونيو أي بدءا من يوم بعد غد الثلاثاء على أن يمتحن مرشح قطب الأداب والتعليم الأصيل يومي الحادي عشر والثاني عشر يونيو